يجتمع حوالى 200 خبير الخميس والجمعة في جونيف لاستعراض العلاجات التجربية المتوفرة لمكافحة فيروس إبولا الذي يواصل تفشيه في غرب إفريقيا ويهدد أكثر من 20 ألف شخص كما تقول منظمة الصحة العالمية وذكرت المنظمة التي دعت إلى الاجتماع أن الخبراء الذين يعقدون اجتماعا مغلقا في فندق قرب مطار جونيف سيقومون بتحليل إمكانات إنتاج واستخدام هذه العلاجات وتقول منظمة الصحة العالمية إن التفشي الحالي لفيروس إبولا في غرب إفريقيا غير مسبوق من حيث حجمه وتعقيده والكلفة على الأنظمة الصحية وفي الأحصاء الأخير الذي أعلنته الأربعاء أعلنت المديرة العامة للمنظمة العالمية للصحة مارغريت شان عن أكثر من ألف وتسعمائة وفاة من أصل ثلاثة آلاف وخمسمائة إصابة وفيما يتسارع الوباء ونفدت مخزونات أمصال زادماب التي يصعب إنتاج كميات كبيرة منها أعلنت المنظمة العالمية للصحة في الثامن والعشرين من آب أغسطس أنها تتوقع أكثر من عشرين ألف إصابة بهذه الحمى النسفية في سياق هذا الوباء